نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة على أرض الإسماعيلية وذلك تحت ما ظلت مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس السيسي للتعرف على معالم المحافظة في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب الإسماعيلية على أرضها نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت ما ظلت مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية حيث استضافت قرية 25 يناير التابعة لوزارة الداخلية هؤلاء الشباب على مدار سلاسة أيام ومنها انطلقوا يومياً ليتعرفوا على معالم المحافظة ما بين قديم وحديث أحدثوا إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة الإسماعيلية أنفاق تحيا مصر التي شهدت إعجازاً في زمن التنفيذ وبأيد مصرية يشاهدها هؤلاء الشباب لأول مرة معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبير وجاءت الزيارة بالتنصق مع هيئة قناة السويس بسيطة جنة أم عرفت إن السيد الرئيس عملها رحلة وطلعناها وكنت مستنية اليوم ده جداً شفت المنطقة الأول وسمعت إن فيه منطقة تاني وسجلت اسمي وروحت إسماعيلية وأشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أول مرة أخوش نفاق وبصراحة أنا مكنت شعرف عنه حاجات والميس اللي قادت تشرح لنا عنه وأنا فخور ببلدي بسبب الإنجازات اللي اتعاملت ديت وتحيا مصر ومن أنفاق تحيا مصر إلى كبر السلام المعلقة توجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاهدة هذا المشروع العملاقة الذي يربط ضفطي قناة السويس قناة السويس هي الزيارة الأهم التي رأاها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة فهي فرصة لكل هؤلاء الذين قرأوا عن قناة السويس في مراحلهم الدراسية المختلفة تتاح لهم الفرصة لزيارتها والاستمتاع بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والقديمة كما التقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة وسط عبور السخن العملاقة للقناة حاجة احنا بشوفها في الكتب والتاريخ بس أنا بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلا نشوف حاجات كتير جداً حلوة في بلدنا تحية مصر تحية مصر لما تشوف أبطل حال فيه يحمو يكن اليوم دي وليك يواصل من الدين لجل بلدنا في الأمار شرفت النهاردة طبعاً أننا قابل أولادنا وبناتنا من المناطق الحضرية الجديدة وعرفناهم على المركز وطبيعة عمل المركز شروع حضرهم بتلاقي إحنا بنعمل برنامج تدريبي للمرشدين وإيه هي الأجواء اللي إحنا بنعملها في البرنامج عشان نعيش المرشدين في كأن الأجواء دي حقيقة تضمن برنامج زيارة متحف آثار الإسماعيلية والذي يعد أول متحف إقليمي في مصر بعد المتحف المصري وضعت فيه القطع الأثرية التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس أرض الإسماعيلية التي كانت مصرحاً لبطولات رجال الشرطة منذ 71 عاماً يخلد مطحف الشرطة بالإسماعيلية بطولاتهم حيث كان ضمن برنامج زيارة لهؤلاء الشباب الذين شاهدوا صوراً تؤرخ للمعرقة والتضحيات أنا هنا في مطحف الشرطة وشفت إزاي الناس كانت بتضحى عشان بلدنا والحد آخر جندي فيهم وبجد حاجة تعلمنا للولاء مبادرة كلنا واحد أعرفتني عن الإنجازات والحضرات الموجودة في بلدي وأنا فخورة بمبادرة كلنا واحد إزاي حص النفسي من أي حوار لطريقة أنا مش عايز أروحه اقروا يا أولاد لأن دا أمر إلهي اقروا علشان دا اللي حيعلمكم إزاي تتعاملوا مع الدنيا ومع الناس اقروا علشان محدش يضحك عليكم ندوات تطقفية على هامش الملتقى الثاني في مقدمتها ندوة عن الكوارس الطبيعية ومنها الزلازل أتاحت لهؤلاء الشباب والطلائع أن يتحاوروا ويتساءلوا بلدنا العظيمة اللي احنا تفرجنا عليها في الرحلة اللي احنا روحنا فيها دي مع بعض كان هدفنا وإحنا بنتفرج على الأماكن دي أن احنا نعرف أن البلد دي بتاعيتنا احنا وأن الأماكن اللي انتوا شفتوها دي هي بتاعتكم وأن انتوا الواحدين اللي هتحافظوا عليها وأن انت ما تحلم مش هتحلم عشان تبقى بلد تانية انت هتحلم عشان تحافظ على البلد دي عارفين أن بلدهم عظيمة وأم الدنيا بس ما كانوش قدروا أنهم يشوفوا ده بيعنيهم يعني جميل أن احنا نلففهم على المشاريع القومية الموجودة في البلد أنتم مش لوحدكم أنتم ما تنقلتوش من مكان لمكان فقط علشان نغير شكل حياتكم لا علشان نغير شكل حياة مصر كمان معاكم الوعي بتاحهم والانتماء للوطن زاد وعرف يعني إيه أهمية قناة سويس بالنسبة لهو كمان شخصيا على هامش الملطقة وتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب والطلائع للإسهام في إعداد الوجبات الغذائية لباقي زملائهم في الملطقة الملطقة الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة اختتم فاعلياته بحفلة طرفهية ومسابقات رياضية نظمتها وزارة الداخلية محمد علي يا عيني عليك يا محمد يا علي حلوة 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 ويصدق حجم النقاة في الصورة النهاية بفوز بريس كندرية على القاهرة سامسة أربعة إزاي أشجع من غير خيناء لازم عندك حاجة مهمة أو لازم تتعلمها إن أنا أشجع فرقتي وما سقش للفرقة التانية أنا لما بخسر لازم أتقبل الخسارة بس أعرف أنا خسرت ليه ومقاش متعصب حتى مع زميلي اللي عايز ينجح بيركز في شغله هو ويركز في أخطاءه وميخلقش أعذار طول الوقت اللي بيخلق أعذار بتهيأ للمنافس قدامك يرد عليك بالتالي هو عايز يرد فروحنا للتعصب اللي احنا جايين بسببه النهاردة كرة القدم إطلاقاً 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 ما فيهاش كلمة تعصب فيها انتماء فيها روح فيها تشجيع فدي مبادرة عظيمة جداً 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 ولازم إحنا نشتغل على الناشئ على السن الصغير ده شكراً يا رئيس بنحبك جداً عشان تخليتنا نروح لأماكن دي ابتسامة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية الجديدة تم بناء قدراته وعقوله مع بناء مساكنه ليحيو حياة كريمة في جمهورية جديدة وتسع وزارة الداخلية إلى الإسهام الفعال في بناء قدراتهم وتعميق روح الانتماء لديهم لوطنهم وفي نهاية الملطقة تم عمل لوحات شرف للمتميزين رياضياً وتعليمياً وثقافياً بالمناطق الحضارية الجديدة ليكونوا قدواتاً لزملائهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلنا واحد جيل جديد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية برعاية الرئيس الجمهورية لتعريف شباب وطلائع مناطق الحضارية الجديدة بالإنجازات على أرض هذا الوطن وتعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب بعد أن وفرت لهم الدولة حياة كريمة في المناطق التي تم إنشاؤها عبدالله بركات التلفزيون المصري